يا صباح الورد يا صباح اليسمين يا ربي دايما تكونوا بألف خير تكملة لفيديو تفريز البرتقان قشر البرتقان اللي موجود معانا أخدت جزء منه وشلته على جم هنعمل وصفة حلوة الفيديو اللي جاي وباقي القشر أفرده في صنية ولو القشر طويلة أطحها لقطع صغيرة أهم خطوة بلاش تدخليه الفرن على طول لازم تسبيه في الهوى شوية لمدة يومين على الأقل تحطيه على الصفرة أو على التلاجة ليه بزبوسة عشان أي مية موجودة فيه تتبخر ويجف مننا شوية وده شكله بعد ما سبته يومين في الهوى شايفين الورقة نشفت ازاي عشان المية اللي موجودة فيه اتبخري وبعد كده أدخل الفرن مش هياخد وقت معاك لأني بدخله على سخنية الفرن بس لكن لو دخلتي الفرن على طول ممكن ياخد أكتر من ساعة في الفرن عشان يجف ولونه كمان بيتغير لكن طريقته إن اكتسبيه في الهوى يجف شوية أفضل بكتير بعد كده بسخن الفرن قوي وأطفيه ودخل القشر يتحمص بس وده شكله وسمعين صوته أنا كسرت شوية بأيديا بعد كده هجيب المطحنة وأبتدي أطحنه عشان يكون بودرة بعد كده أجيب مصفة تكون نعمة وأبتدي أنخله شايفين اللون برطقان ازاي وما تغيرش أبدا ورحته بجد تحفة لكن لو كنت حطتيه من الأول في الفرن اللون بتاعه هيكون أغمأ من كده زي لون الكاكاو بالزبط ورحته ما كانتش هتكون حلوة لكن الريحة دلوقتي برطقان أكن برطقان في رش بالزبط أنا باستخدمه كبديل للفانيليا وبيخلي الكيكا رحتها تحفة بجد نعب الكمية في برطمان ونغطيه وحطه في التلاجة وبيه كفيني بصراحة من السنة للسنة وصفة حلوة قوي من قشر البرطقان رحتها تجنن واستخدمتها كتير مش هترمي قشر البرطقان تاني بعد الفيديو ده أنا ساعة باخد شوية وحطهم على ورقة وحطه في الديفريزر بيطلع ريحة البرطقان ويكون ريحة الديفريزر بصراحة تحفة جدا ورحته ريحة البرطقان استخدمات قشر البرطقان كتير جدا الوصفة اللي جاية ان شاء الله هنعمل بيه وصفة حلوة قوي ما تبخلوش علي باللايك واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوا قناتي واتفعلوا جرس الكل عشان يوصل لكم كل وصفة جديدة أنا بنزلها اشتركوا في القناة